نص ساعة للشعر الخشن او المجاعد هتديكي شعر ناعم زي الحرير مش بس كده ميزة الوصفة بتاعتنا النهاردة انها بتدغلغل في بصيلات الشعر وبتحفز الشعر على النمو بسرعة كمان لو عندك تساقط او هيشان هتديكي شعر صحي وناعم زي الحرير كمان هوريكم الطريقة الصحيحة لتوزيع الوصفة وهنوزع الوصفة بالطريقة المزبوطة على الشعر تابع معايا لاخر الفيديو وان شاء الله تستفيد ودلوقتي هنروح نحضر الوصفة بتاعتنا اول مكون معايا وهو المكون الاساسي بزور الكتان معظمنا يعرفها واللي ما يعرفش بزور الكتان ده شكلها متوفرة عند العطار بالشكل ده انت ممكن تروح للعطار وتطلبيها منه وده بيكون شكلها حاجة كمان حبيت تعرفوها يا بنات مهمة جدا وان بزور الكتان بتحتوي على فيتامين ها فيتامين ها ده بيعمل ايه بيزيد من نمو الشعيرات الدموية فبالتالي بيغزي جزور الشعر وبيغزي كمان فروط الراس بيعزز كمان نمو الشعر وبيزيد من الكسافة بتاعته كمان بيرطب الشعر كويس وبيمنع التقصف بتاعه كمان بيحافظ على الشعر من التلف وبيعوض الشعر عن التلف لو انت بتحب تزوغ شعرك دايما كمان بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من احماض امي جسري ودي لها عامل مهم جدا لانها بتمنع ظهور الشعر الابيض في عمره مبكر كمان بتقوي بصيلات الشعر وبتمنع التصاقر للشعر ودي كانت افضل الفوائد الموجودة في بوزور الكتان حبيت برضو اقول لكم وتعرفوها وتستفيدوا ماكنتش حابة ان انا طول عليكم بس حبيت افدكم وان شاء الله تكونوا استفدتم دلوقتي بقى هنروح ونحضر الوصفة بتاعتنا اول حاجة خالص كده هحتاج لمعلقة كبيرة كاملة من بوزور الكتان المعلقة الكبيرة بنحتاج عليها كباية ونص من المي طبعا بتزود الكمية زي ما انت حابة حسب طول الشعر وكسفته بعد كده هجيب كوب معلقة كبيرة كاملة من الرز الرز الابيض العادي والرز هنا يا بنات هنستخدمه لان الرز كلنا طبعا عارفين فوائده الرهيبة للشعر وكمان بيساعد في تنعيم الشعر وفيه فيتامينات كويسة جدا بتفيد الشعر زي ما اتفقنا هنضيف كوب ونص من الماء كامل طبعا لو حبيتي ان انت تزود الكمية هتضعف المكونات وبعد كده الخطوة الجاية هناخد كل ده وهنرفعه على النار وهوريكو دلوقتي هيبقى شكله ايه وهنا يا بنات انا رفعته على النار دلوقتي هو تقريبا دلوقتي قرب انا هنا ضفت ضعفت الكمية وضفت معلقتين من بذور الكتان ضفت معلقة كمان ومعلقة من الرز وزودت كمية الماء بحيث الشعر اللي انا هعمله دلوقتي شعر كسيف وطويل شوية بحيث ان انا اغذي الشعر كله تمام كده انا هتركها بالشكل ده على النار بس حاجة مهمة اهم حاجة وانتي رفعه على النار اول ما يبدأ ان هو يغلي معاكي هتبدأ ان انت تهدي النار خالص عليه وتسيبيه لحد ما تحس ان هو تقل كده وبقى عامل زي الجل هوريكو دلوقتي شكله هيكون ايه وزي ما انتو شايفين قدامكم يا بنات ده شكله وده القوام بتاعه الكمية الموجودة امامكم دي لانا استخلصتها من معلقتين بزور الكتان ومعلقتين الرز وتلاتة كوب من الماء بالنسبة لتصفية الخليط سهلة جدا هفتكو برضو فيها علشان اللي مش عارف هنجيب مصفة زي الموجودة قدامنا دي وهبدأ ان انا هضيف اي طبق فادي تحتها كده وهقلب تقليبة كده هفضل اقلب باديا كده لحد ما يتصفى تماما وهيبقى موجود معايا بالشكل ده بالنسبة للخاليط الباقي ده بنات انا مش حرمي ده هيكون وصفة جميلة جدا للبشرة وهعمل لكو عليه ان شاء الله الفيديو الجاي عشان تستفيدو كبار جدا للبشرة والتبيض البشرة والكلف تابعوا الفيديو الجاي لو اندي لسه مشتركتيش دوسي لايك ويلا شترك معانا عشان ان شاء الله تشوفي الفيديو الجاي ودلوقتي بقى هنروح للشعر اللي احنا هنشتغل عليه وهوريكم هنستخدمه ازاي زي ما انتو شايفين كده الشعر الموجود امامكم ده اه فيه تجعيد خفيفة كده كمان فيها يشان وتكصف زي ما انتم شايفين كده طبعا ان شاء الله بعد استخدام الوصفة هيعوض كل الموجود قدامنا ده وهيخلي الشعر ناعم جدا نروح بقى لطريقة توزيع الخليط اول حاجة كده انا فرقت الشعر من النص وهبدأ اوزع على فروة الراس وانت بتستخدمي الوصفة ركزي على فروة الراس اهم من الشعر نفسه واهم خطوة كمان معاك هي تدليق فروة الراس بالخليط هنوزع على الشعر من امام كده بالشكل ده وهنبدأ ان احنا ندلقه كده كمان في منتصف الشعر كله بعد كده هاجي على الجنوب الشعر كلها كل ده مع التدليق اللي زي انتو شايفينه امامكم ده كله كده وهوزعه كامل كده بعد كده اخر حاجة خارس الشعر وهصف بالخليط زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده كمان هركز على اطراف الشعر لان فيها تقصف وبعد كده هبدأ ان انا الف الشعر كله كده وارفعه وهجيب كيسة عادية من الاكياس البيضة العادية وهلف الشعر كله بعد ما اللفه كده هنتركه لمدة نص ساعة كاملة ولو اكتر ما فيش مشكلة كل ما تركتيه كل ما خدت فوائد اكتر واغر بعد استخدام الوصفة دي ان شاء الله هتديك نتيجة كويسة وهتغير شكل شعرك خالص بكده يا بنات تكون خلصت وصفتنا اتمنى تكون عجبكو بتنسيش اللايك واشترك يلا واستنوا الوصفة الجديدة الجاية للبشرة اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير باي باي اشتركوا في القناة